بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في كورس فاونديشنز انجينيرينج توم زي ما تعلمنا في الجزء السابق أهم التطبيقات اللي بنستخدم فيها بتاعنا نوع منها فالجزء الثاني من شابتر سيفن في الكورس بتاعنا عبارة عن أنواع اللي موجودة بره أول نوع أو أول ما فكروا أنه هم يعملوا عملوا حاجة اسمها والجرافتي ريتينينج جول دي عبارة عن حوائط سندق بتعتمد على الكتلة بتاعة الحيطة نفسها فعشان كده تلاقيها يا إما مصنوعة من المسنوريونتس اللي هي مصنوعة من الطوب أو من الستون لها الحجارة أو من الخرصانة العادية وبتعتمد على سبتها للقوة الأفقية على الوزن بتاعها الكبير بتبقى هيو جيان فطبعا دي كانت مكلفة جدا فابتدوا يعملوا حاجة اسمها والكنتليفر ريتينينج جول هي عبارة عن خرصانة مسلحة بتتكون من ثلاث أجزاء أساسية وده بنعتبره كأنه كانتليفر هنا وهيل اللي هي بيعتبر بردك كأنه كانتليفر هنا والتوي اللي هي كانتليفر بردك هنا عشان كده اسمه كانتليفر ريتينينج مين وول طبعا هي بتعتمد على الطراب اللي بتحط عنده هنا على الهيل الوزن بتاعه هو ده اللي بيقاوم معايا طبعا بالإضافة الوزن مين الخرصانة نفسها لما لقوا ان الارتفاع بتاعي زاد في حالة الكنتليفر ريتينينج جول لو الارتفاع زاد هتلاقي ان الفورس بتاعتي كبيرة والقطاع بتاع الخرصانة ده لما نيجي نصمم عليه المومنت هيبقى كبير جدا فعملوا النوع التاني اللي هو الكاونتر فورد ريتينينج جول انه هم عملوا دعامات بالشكل ديت شايفين الدعامات ديت بتقاوم معايا لما بحط الطراب بتاعي هنا هوت بتقاوم وبالتالي كاني باخد شريحة بالشكل دوت وبتدي شريحة بلاطة وبتدي صممها زي ما هنتعلم بعد كده لكن دي بتبقى افضل في حالة الارتفاعات الاعلى لاحظ حاجة ان الكاونتر فورد اللي هي الدعام اللي انا بحطها هنا موجودة ناحية الطراب يعني لو انا ده الطراب وهنا مثلا النفق بتاعي هيبقى الناحية دي فانا عندي هنا الطراب موجود هنا بتدفن الكاونتر فورد بتاعتي يعني او خدنا بلائن او بصيت من هنا من فوق كده هنلاقي ادي الريتينينج وول كاملة ودول الكاونتر فورد بتاعتي على مسافات بنسميها اس في بعض الحالات ببتدي احط الدعمات دي الناحية التانية النوع ده من الريتينينج وول بيسموه البترس ريتينينج وول طبعا هو ده افضل من التاني ليه انا عندي وزن جاي كده او وعندي الاحمال بتاعت التربة جاي كده دوت بيقاومها بالشكل الناحية التانية في ضغط حاجة كويسة لكن مشكلتها ان هي بتقلل لي المساحة اللي انا هعملها يعني افترض ان انا عايز اعمل هنا مثلا ريتينج وول الناحية التانية عشان اعمل مثلا نفق ولا حاجة فتلاقي ان انت حطيت هنا باترس وباترس المسافة بقت صغيرة اللي هتمشي فيها العربيات فهي اقوى ولكنها مش اوفر من مين من الكاونتر فورت لاحز انه ممكن ارتينج وول تبقى كاست ان وتبتدي تتركب بالبولت داون بتتربك زي ما انت شايف هنا هو وممكن تت ايه اصبها عادي خالص جدا كانها احطلها بحديد بتاعها واصبها عادي خالص يعني عندي النوعين يعني وفيه نوع تاني اللي هو الفريستاند ده بيبقى جاهز خالص ممكن تحطه تركبه في جنب بعض وكده وده بيبقى مستخدم كمان في الهيفي مين ديوتي او الاحمال التقيلة اوي فيه نوع تاني من الريتينج وول اسمه الريتينج وول طبعا ده بيبقى شايف انت عبارة عن قطاعات خرصانة جاهزة بالشكل دوت وبتتردم بالطراب بتاعي فيها يعني في الفراغات انه هو فطبعا دي لما تيجي الفورس بتاعتي ااسف الفورس جاية من مين من الطراب لهنا فبتبتدي تقومها مين قطاعات الخرصانة اللي انت شايفها دي يعني انا عادي كلها مليانة خرصانة ومسكف بعضيها فبتقاوم الارث بريشر بتاعي طبعا اشهر انواع بتاعتي اللي هي الشيت بايل وول او اللي بيسميها الستائر اللوحية دي غالبا غالبا بتبقى استيل وغالبا الشيت بايل وول بتبقى للتيمبراري وورك يعني للاشغال المؤقتة يعني انا عايز اعمل شغلي هنا هو وخايف التراب ده ينزل علي فبتدي ادق الشيت بايل وول دولت وابتدي احفر واشتغل وبعد ما اخلص ممكن اشيري الشيت بايل وول وتريدم مافيش مشكلة وطبعا بتستخدم كمان في مين في المواني البحرية اخر بقى انواع الريتينج وول وديت الحاجات الحديثة اللي شغل فيها دلوقتي في عندي الرينفورسد ايرس وول وده اللي هو عبارة عن الجيتوكستايل وول اللي احنا درسناه في الصويل استيبلايزيشن فده يعتبر نوع من انواع مين الريتينج وول وفيه كمان او المصمرة بتاعت التربة ودي بتعتمد على ايه بتعتمد على ان في عندي هنا هوت موسير حديد او اسف نسميها مصامير حديد ممكن يكون فيها جراوتينج او مفهاش جراوتينج وبتتمسك هنا بولتس وهنا فيسينج وبتعتمد ان انا عندي لما ييجي دا ينهار بالشكل دوت يبتدي قاوم الحديد بتاعي دوت ويبقى في عندي كمان مين انهيارة او بيعندي الناحية التانية يعني عندي هنا هوت قوة في قوة شدف ده وليها تصميم خاص بيه كده يبقى احنا قلنا آآ انواع ارتينج وول باختصار وعايزين بقى نبتدي نشوف النظرية بتاعت تصميمها في الاجزاء القادمة ان شاء الله شكرا